طيب زي ما احنا بقى يا كريم كل شوية بنتكلم عن ايه اللي هو شغال بس على الجانب الرياضي مهم كمان احنا او بطولات يعني نتكلم كمان عن هنا المستوى بقى الانشائي لان المستوى الانشائي كمان زي ما احنا شايفين مؤخرا كان بيعمل بشكل جيد جدا في فروع او يعني شغال بشكل جيد جدا في فروع النادي المختلفة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي قام بقى بجولة تفقدية ده كان مبارح بفروع النادي بس بمدينة نصر عشان يتابع سير العمل في الانشاءات الخاصة بالاسوار وجراج الاهلي بمدينة نصر اللي كنا كلمنا حضراتكو عليه انا وكريم من اسبوعين تقريبا الجولة دي طبعا تضمنت كابتن محمود الخطيب وكان معاه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الادارة فيه كان حضور احمر النحاس القائم باعمال مدير مقر الاهلي بمدينة نصر وحرس الكابتن محمود الخطيب على الوقوف على اخر التطورات هنا الانشائية بشأن سور النادي بشارعي حسن مأمون والنص وبدأ العمل به في سبتمبر الماضي وتم تنفيذ سبعين في المية منه دلوقتي احنا بنقول لحضراتكو الجديد دايما كل فترة كده ايه اللي حصل العمال الانشائية دلوقتي تم منها قد ايه فاحنا بنتكلم انه تم تنفيذ سبعين في المية منه على بقى كمان ان يشهد فبراير المقبل ان شاء الله الانتهاء تماما من المشروع تابع كمان كابتن محمود الخطيب اعمال الانشاء الخاصة بجراج النادي اللي بتبلغ مساحته 33 ألف متر وحيتسع ألف سيارة تقريبا وده بعد ان تم الحصول على كل بقى التصريح خلاص والموافقات اللازمة وحيحل الجراج الجديد ده مشكلة اكيد تكدس السيارات اللي كانت يعني بشكل كبير كل الاعضاء تقريبا بيشتكوا منها وتم الانتهاء كمان من 50% من المشروع فيما يتعلق بأعمال هنا تحديدا الحفر فان شاء الله يعني يتم الافتتاح في يونيو المقبل ويعني زي ما احنا بنقول كده كويس جدا ان فيه خطوات كانت تقريبا اكتر من 10 سنين الموضوع ده عامل ازمة فدلوقتي بنقول خلاص شهور بسيطة واشهر بسيطة القضية هتحلف اعتقد خطوة ان شاء الله كلنا هلساعد بها